أمان نحن مشاهدين مكملين معكم فقراتنا ومساحتنا الثانية خصصناها لحتى تكون كل علم ومعرفة وتطور برحابة مدرسة أوغاريت الافتراضية يلي دائماً أفكار متجددة ومتطورة أيضاً لتعليم الطلاب الشهادتين الإعدادي والسانوي واليوم أكيد بخطام كل التجربة لحتى تحصل على النجاح لازم هذه التجربة تنحط تحت تقييم وتتقيم بشكل صح وخصوصاً اليوم بنهاية الامتحانات للطلاب الأعدادية والسانوية يا هادي بحيح يا عفاف لأنه نحن دائماً نحاول نسلة الضوء على كل المواضيع التي تهمها طلابها في المدارس مدرسة أوغاريت الافتراضية من أوائل المدارس الافتراضية السورية أي شخص حابب يكمل تعليم وإن كان برى البلد فهو قادر لكن شو هي الشروط وشو هي الأعمار وشو هي الفئات التعليمية كيف يمكن نسجل وشو واقع الامتحانات للشهادات الأساسية والثانوية تفاصيل كتير مهمة رح يخبرنا عنها دفنا على اليوم اللي صار معنا ضمن الأستوديو الدكتور علي المهوس رئيس المجلس إدارة مدرسة أوغاريت الافتراضية صباح الخير دكتور صباح الخير أهلا وسهلا فيك الله يعطيك العافظ صباح الخير عليكم صباح الخير أستاذة وعلى متابعين برنامج صباح نغير أهلا وسهلا فيك اليوم ما يمكن اليوم الأخير للامتحانات بمدرسة أوغاريت الافتراضية خلينا نحكي هيك شوية تفاصيل عن آلية تقديم الامتحانات كيف كانت الأجواء عم يطلعوا عميدك وشي؟ والله اليوم هو آخر يوم في تقديم فحص الشهادة التاسع طبعا البكالوريا أبنائنا في البكالوريا عنده العلمي باقيرهم بكرة فحص الأخير نكون بهيك سكرنا العام الدراسي لعام 2023-2024 طبعا لا أحد ينكر نحن هذا الموضوع يشقل كل الشارع السوري الفحص والامتحانات والتقديم والطلاب كانت هذه السنة الامتحانات صراحة لم تكن سهلة كانت شوي معقدة فيها بعض الصعوبات قد قصدها المشرح في وزارة التربية أو لم يقصدها ولكن في الأول وفي الأخير هم في وزارة التربية اتون بالامتحان من ضمن المنهاج السوري اللي موجود لدى الطلاب وعلى الطالب أن يكد ويتعب ويرى بنفسه الصعوبات ثم يتحسسها ثم يحفرها ويقدمها بشكل جميل وصريح نحن في مدرسة أوغريتا الافتراضية اختلفت لدينا هذا العام الامتحانات واختلف لدينا الفحص التاسع أو البكالوريا فقد جاء طلابنا من بلاد الاقتراض إلى الجمهورية العربية السورية إلى الوطن عبر ناقل وطني من أجل أن يقدموا فحص التاسع وهي المرة الثانية في عمر مدرسة أوغريتا الافتراضية أننا نقدم شهادة التاسع والبكالوريا من خلال طلابنا القادمين من بلاد الاقتراض من كل بلاد الاقتراض في دول الخليج العربي وفي الدول الأوروبية والدول الأخرى المجاورة مدرسة أوغريتا الافتراضية قدمت الكثير لطلابها حملتهم عبر ناقل وطني إلى الأراضي الجمهورية العربية السورية أيضا استقبلناه في مطار دمشق الدولي قدمنا لهم الورود حتى نخفف من الضغط النفسي لهذه المرحلة التي يمر فيها الطالب والتي مررنا بها جميعا وتذكرونها جيدا ولن تقيب عن البال أيضا استقبلناه في أحد فنادق العاصمة دمشق قمنا بتقديم راجب الضيافة لهم واستضفناهم في هذا الأوتيل من أجل راحتهم وأن يكونوا قريبين من مكاننا ومراكز الامتحان والحمد لله رب العالمين توفقنا في هذه الفطوة طلابنا يذهبون إلى الفحص يقدمون فحصهم بكل سلاسة أيضا هم لديهم أيضا جلسات امتحانية مكثفة تقدمهم مدرسة أوغيرات الافتراضية لكل من أراد أن يلتحق بها من أجل تعزيز معلوماته والاطلاع عليها مرة أخرى وتذكيرها بالشكل والصحيح يعني شيء كتير حلو وكتير مهم اليوم أن المنهاج السوري عم يوصل لبر البلد خبرنا أكتر دكتور علي بمأنه عم نركز على الشهادات الأساسية والثانوية كيف تم التحضير اليوم إلونا قبل الامتحانة كيف تم استعداداتهم خبرنا أكتر عن تفاصيل عن هذه المدرسة وعن العملية التعليمية طبعا نحن في مدرسة أوغيرات الافتراضية نستضيف الطلبة لدينا في جلسات مكثفة من قبل معلميهم الذين كانوا يرونهم عبر الأونلاين هم اليوم يرونهم على الواقع على الطبيعة فيس توفيس على دولتهم وجها لوجه يأخذون منهم المعلومة وينهلون منهم المعلومة من خلال المكان الحضوري في المدرسة يتم التجهيز قبل كل فحص بجلسات مكثفة جلسة أو جلستين لهؤلاء الطلاب طبعا كونهم في بلاد الاقتراب ويجهلون طريقة الفحص في الجمهورية العربية السورية نحن نقدم لهم نماذج من ورقة الأسئلة ونماذج من ورقة الأجوبة وكيفية التعامل معها وكيفية الالتزام بالقانون بوضع الهوية على الطاولة وكيفية الانتباه إلى مراقب القاعة أيضا تكثيف العمل وتكثيف المعلومات لهم واستنهاضها لديهم من خلال معلميهم من أجل أن يذهبوا إلى الفحص وهم بحالة نفسية مؤهيئين جدا ونحن نعلم أن الحالة النفسية مهمة جدا في هذه اللحظة وفي هذه الطاولة طبعا دكتور علي اليوم أي تجربة بدأت تتكلل بالنجاح لازم يتم إلى تقييم وهذا التقييم بمدرسة أغارية الافتراضية اليوم كيف كان يتم من خلال تجربتكم؟ طبعا نحن في مدرسة أغارية الافتراضية حرصنا أن نقدم جودة العلم جودة العلم كانت بحصولنا على شهادة الآيزو 9001 من المؤسسة الدولية المانحة لهذه الشهادة وهي فرع دمشق استطعنا أيضا من خلال هذه الشهادة أن ندرب طاقمنا التعليمي وطاقمنا الإداري على إدارة ضبط الجودة في العملية التعليمية والعملية الإدارية لمدرسة أغارية الافتراضية كل هذا الشيء نقوم به من أجل تقديم خدمة أفضل وخدمة تكون مناسبة يستطيع الطالب أن يتلقاها بشكل سليم وجميل ومعايير دولية نحن في سوريا دائما نرقى إلى العالمية والمدارس الافتراضية السورية هي مدارس تخطط حدود الوطن وأصبحت عالمية ولا سيما اليوم في مدرسة أغارية أو أي مدرسة افتراضية أو أي مؤسسة سورية تخرج خارج حدود الوطن أن تكون ضمن أدوات وقواعد ضبط الجودة العالمية حتى تقدم نموذجا للمؤسسة السورية الناجحة في بلاد الاقتراض أكيد يعطيكم ألف عافية جهود مهمة اليوم ومساعدة لطلابنا بالمدارس والسيما المدرسة الافتراضية خبرنا أكثر دكتور علي عن المدرسة اليوم فيها منهاج في أبي خبرنا أكثر عن المنهاج عن الشروط عن كيفية اليوم التسجيل بهذا المنهاج طبعا التعلم الافتراضي لماذا التعلم الافتراضي لماذا أطلقت وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية هذا المنهج وهذا النمط من أنواع التعلم الدولة السورية هي دولة حريصة على مواطنها سواء كانوا في الوطن أو كانوا في دول الافتراض تقرب المواطن السوري وخرج من وطنه بظروف قير عادية منهم خرج حتى لم يأخذ معه أي ثبتيات أو أي تأوراق وكان الهدف هو النجاة بأرواحهم من نتيجة هذه الحرب الشعواء التي كانت على وطني وعلى أبناء وطني عند خروجهم كان هناك الكثير من أبناء الجالية السورية لا يحملون أي أوراق ثبوتية في بلد الاختراض الأمر الذي أدى بهم إلى العزوف عن التعليم لأن في دول الاقتراض يجب أن يكون لديك أوراق ثبوتية كاملة حتى تستطيع أن تكمل العملية التعليمية وزارة التربية السورية رأت هذا المكان ورأت هذا العدد الكبير من أبنائنا في دول الاقتراض فأرادت أن تنير وتبعث شعاع النور مرة أخرى من سوريا من دمشق إلى كل من أراد أن يلتحك بهذا الركب مرة أخرى حتى لا يكون هناك مواطن سوري سواء كان في الاقتراض أو في داخل الوطن بعيد عن العلم نحن السوريين نستطيع أن نستغني عن الأكل عن الشرب ولكننا نستطيع أن نستغني عن التعلم لأننا بلد الحضارات وبلد العلم وبلد التعلم التعلم الإفتراضي أو مثل ما حضرتك سألتيني هو يعني تعلم يتبع منهج السوري في ظل هذه الظروف التي تحدثنا عنها كان هناك بعض الطلاب الذين انقطعوا قصرا عن التعلم فأصبحت أعمارهم تفوق أعمار سن التقدم اللي هو ست سنوات هنا أيضا رأى المشرع السوري في وزارة التربية السورية أن يكون لهؤلاء الطلاب نصيب ولكن بطريقة أخرى أن يدمج كل صفين بصف واحد دراسي ويقدم بذلك شهادة معتمدة لدى كل دول العالم أن هذا الطالب درس الصف الأول والثاني بشهادة واحدة إلى أن يلحق بأترابه من الطلاب الآخرين فيصبح بنفس مستواهم ثم يستطيع أن يكمل عمليته التربوية التعليمية وتحصيله العلمي بنفس الوثير التي يقدمها الطلاب العاديين فكان منهاج في أبي صراحة منهاج مكثف لطلابنا وكان فكرة ناجحة عظيمة جدا تحسب لوزارة التربية السورية أنها أنشأتها من أجل أن لا ينقطع الطالب السوري ولا يكون هناك تخلف بين الفارق العمر والفارق التحصيل التعليمي دائما عم تخرجوا بأفكار رائدة دكتور علي ودائما في تطور بالأفكار والأشياء التي تقدمها في مدرسة أوغاريت الافتراضية اليوم كيف تسعو لهذا التطوير وشو في تطورات لسه قادمة أكتر؟ سيدتي نحن في مدرسة أوغاريت الافتراضية وضعنا نصب عيوننا أهداف ثلاثة عم نشتغل عليها في كل اللحظات هدفنا الأول تربوي ثم وطني ثم إنساني نحن لا ندرس فقط النهاج السوري نحن ندرس التربية الوطنية السورية نحن نربي الطالب المغترب السوري خارج وطنه على الوطنية كل معلمين عندما يقدموا الدرس لطلابهم في الخلفية ترينا العلم السوري دائما فهذا يصنع عند الطالب ردة فعل أن هذا العلم هو علم وطنه وأن هذه الدولة دولته السورية وأنه عم يتعلم من منهاز سوري خالص هذا الشيء أتاح لطالبنا في بلد الاقتراض أن يلتصق ويعود إلى وطنه نحن لم يؤذينا البعيد أكثر ما أذان ابن الوطن الذي خرج علينا خرج إما لجهل وإما لقلة معلومة فاليوم نحن في مدرسة أوغاريت الافتراضية نمشي في هذا النهج وهذا الهدف ونحاول تحقيقه على الواقع من خلال مشاركات كثيرة تقوم بها مدرسة أوغاريت الافتراضية مثلا مشاركة أبنانا مع أبناء شهداء الوطن مع مدرسة أبناء الشهداء كان هناك دمج وصداقة وزمالة بحيث يلتقي الطلاب أبناء الشهداء مع طلابنا في بلاد الافتراض هؤلاء يشرحون ظروفهم ظروف استشهاد آبائهم وأهليهم وهؤلاء يستمعون إلى هؤلاء ويعرفون ويقدرون معنى الشهادة ومعنى الوطنية التي قدمت فيها أرواح من أجل أن يبقى وطنهم عزيزا سالما أيضا هناك رسالة إنسانية تقدمها مدرسة أوغاريت الافتراضية كلنا نعلم في بلاد الاختراض القيمة المادية للتعلم قانية جدا وعارية التكاريف ونحن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى نحن شعب ولاد شعب معطاء دائما لدينا أطفال ولدينا تجدد في حياة الأطفال مدرسة أوغاريت راعت في هذا الجانب الجانب المادي في ظل طالب واحد يستطيع أبوه أن يسجله في مدرسة خارج القطر في بلد الاقتراض يستطيع في مدرسة أوغاريت بهذا التكلفة بهذا القصد يستطيع أن يسجل خمسة طلاب هذا العمل في البداية ليس مضمور ربحي ولكن الربح في هذا العمل أن تعزز في طالبك في بلد الاقتراض روح الوطنية كما تمناها علينا السيد الرئيس في أحد لقاءاتنا معه وفي 2016 عندما تمنى علينا أن نربط الطفل المغترب السوري بوطنه وليس هناك أفضل من العلم وليس هناك أفضل من النهاج السوري أن يربط به هذا الطالب صحيح اليوم دكتوري كان في كتير لغة من بعض الناس عن المدرسة الافتراضية السورية اليوم هل الشهادات التي تقدم اليوم لطلاب الشهادات الأساسية والثانوية هل هي معتمدة؟ خبرنا أكتر تفاصيل بالنسبة للشهادات الأساسية هي شهادات نحن كما رأيتهم وكما سألتمونا في بداية اللقاء طلابنا أتوا إلى القطر ويقدمون مثلهم مثل أي طالب في أي مدرسة سورية عندما يقدم بطاقة الامتحان هو ليس مكتوب على بطاقته سواء افتراضي وغير افتراضي هو الآن طالب عربي سوري يقدم فحصه مثل كل الطلاب وعندما تخرج شهادة التعليم الأساسي السواء التاسع والبكالورية تخرج مثلهم مثل أي طالب مقيف الجمهورية العربية السورية وبذلك يستطيع هذا الطالب الحصول على المفاضلة في البكالورية التي تقدمها الجمهورية العربية السورية لطلاب الوطن الموجودين في البلد فهو مثلهم على قولة بالعمل السعر وبسعره بالنسبة للطلاب الفصول الانتقالية أو الصفوف الانتقالية هم طلاب يدرسون يتعلمون يقدمون فحص هذا الفحص وهذا الاختبار له قاعدة بيانات وديكمانس موجود لدى وزارة التربية السورية تستطيع الاطلاع عليها وتحليلها ومن ثم منح شهادات سورية مصدقة من قبل وزارة التربية السورية ومصدقة من قبل وزارة الخارجية السورية تحمل الصفة الرسمية لهذه الجلاء ولهذه الشهادة يستطيع الطالب من خلالها أن يقول أنا طالب درست في مدارس الجمهورية العربية السورية سواء كان على أولاين أو في أرض الوطن أتحنا هذه الفرصة للجميع من أجل أن يكون هناك طالب سوري متعلم نستطيع تقديمه للعالم أنه إنسان مثقف وإنسان حضاري بما أن الفرصة متاحة اليوم دكتور علي لكل الطلبية اللي بدون يسجلوا بمدرسة أوغاريت الافتراضية اليوم شو هي الشروط اللي لازم تكون موجودة عند هدون الطلاب وشو هي آلية التسجيل وكيف بيتواصلوا مع المدرسة لحتى يسجلوا طبعا السؤال قصير ولكن اللي يجب علي طويل الجمهور ولكن نختصرها في عدة بنود لأنه لازم كل بنتها نختصرها طبعا نحن مدرسة سورية عادية نتبع في التعليمات وزارة التربية السورية بكل شيء إلا مثل ما قلنا هي الفئة بي هي التي نتميز فيها أن هناك طلاب يستطيعون الدخول عبر الفئة بي ولكن من خلال سبر معلومات تقوم به المدرسة من خلال لجنة اختبارية تشكلها المدرسة وتوافق عليها وزارة التربية السورية نقوم بفحص هذا الطالب وتحديد حجم المعلومات التي لديه ثم نقرر بأي صف سوف يكون هذا لمن لا يحمل أي أوراق تخص تعليم هذا شرط أساسي نعم هذا شرط أساسي حتى يقبل في يعني ما فينا نحط طالب صف سادس ولا يستطيع القراءة والكتابة نحن حريصين جدا على هذه النقطة من يحمل أوراق ثبوتية ووراق رسمية تخص انتقاله من إلى هذا أمر سهل ومعروف لدينا من يحق له أن يدرس في مدرسة أوقريت الإفتراضية كل مواطن عربي سوري قام في دول الاقتراب يحق له أن يدرس في هذه المدرسة يعني في بلد الاقتراب قد لا يستطيع أن يسجل هذا الطالب في وزارة التربية أو في المدرسة اللي في بلد الاقتراب ولكن في سوريا لم يكن يحمل إقامة ولكن عندنا في مدرسة أوقريت الإفتراضية يستطيع أن يسجل بما أنه شيء يثبت أنه مواطن عربي سوري هذا الشرط الوحيد الذي نحن بدنا ومن ثم الباقي من الشروط هي كما عددتها وزارة التربية السورية يستطيع هذا الطالب إن كان في بداية مختبل عمره أن يدرس في الصف الأول ثم يتدرج وإن كان من الصفوف من المدارسة التي انتقل إليها انتقالا إلى مدرسنا أيضا هناك أوراق ثبوتية مطلوبة منه ولكن على المطلق كل شيء متاح وكل شيء سهل وكل شيء يدعو الطالب السوري المغترب إلى أن ينضم إلى هذا الركب التعلم الإفتراضي سواء أوقريت ولا أي مدرسة أخرى وأن يكون إنسان ناجح في الحياة ليس متخلفا علىها وليس منقطعا للتعليقية واليوم يمكن كثير مهم أنه تكون المدرسة داعمة لطلابه ولسيما الطلاب المميزين والمبدعين واليوم نسمع أنه ضمن المدرسة عم بيكون في مجموعة من الأنشطة والفعاليات هي اللي عم تكون داعمة للطلاب اللي عندهم مواهب خبرنا أكثر عن أهمية هذه الأنشطة كل أديش تقام وأهمية طبيعا النسبة للطلاب صحيح أستاذ تفاضلة نحن في مدرسة أوقريت الافتراضية والحمد لله لدينا طلاب هذا العام يعني عندما وزعت الجلاءات حصلوا على نسبة 99.5 يعني وهذه نسبة عالية جدا وهناك طلاب في المرحلة الابتدائية حصلوا على العلامات الكاملة هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الخطة التعليمية التي وضعتها المدرسة من خلال معلميها وإداريها اليوم أيضا نحن في مدرسة أوقريت الافتراضية فترة الصيف طويلة وكبيرة يستطيع الطالب السوري في بلاد الاختراض أن يلتحق بالأندية الصيفية وبالمشاركات التي تقدمها مدرسة أوقريت لطلابها حصرا يستطيع أن يقوي أيضا معلوماته ويستطيع أن يطور أداءه من خلال الناد الصيفي التي تقيمه المدرسة لاستقطاب طلابها خلال فترة الصيف يعني فترة الصيف فترة مملة في بلاد الاختراض يعني ما فيها الشغل ما في روحة ولا جاية فيستطيع الطالب من خلال هذا يعني تقديم يوميا في الأسبوع أليس بعمل كبير يعني يستطيع الطالب تطويل مهاراته من حيث القراءة من حيث المهارات الشعرية أو المهارات الرياضيات أو المهارات في عملية الرسم والموسيقى لا يستقر بالبعض أننا في مدرسة أجلية الإفتراضية لدينا تربية موسيقية ويستطيع الطلاب أن يقدموا معزوفات من خلال تعلمهم عبر الأولاين معزوفات تخص مثلا الموسيقى وإيقاعاتها ومعزوفات موسيقية في الصولو بشكل كامل كأنهم عم يتعلموا أمام المعلمين بنهاية فقرتنا معك دكتور علي خلينا هيك نطلع بأهم النتائج وأكيد هلأ بنهاية العام كمان أكيد في تحضيرات قادمة للعام الجديد خلينا هيك شو عم تفكروا تطوروا بالعام القادم أو شو في إضافات لعلم مدرسة يعني بالنسبة للعام القادم إن شاء الله نستطيع نحن اليوم أن نقبل عدد أكبر من الطلاب نستطيع أيضا في العام القادم أن ندعو أبنائنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إلى الانضمام إلى المدارس الإفتراضية بشكل عام نحن في مدرسة أوغريت الإفتراضية نقدم للأخوة مجموعة الأخوة يعني بحيث أننا رحنا على رسالتنا الإنسانية نقدم لهم خصم خاص بهم يستطيعون من خلاله أن يتقدموا إلى المدرسة بدون أي عبأ مادي كبير عليهم أيضا يستطيع الملتحق بمدرسة أوغريت الإفتراضية أن يجعل القسط السنوي لهذه المدرسة أو لهذا التعلم بشكل أقصاد مبسطة يعني ليس هو ملجم أن يدفع القسط كاملة يستطيع أن يدفع على أربع دفعات أو خمس دفعات بحيث أنا لا أضايق ولي الأمر ولا أسبب له أي ضقت مادي حتى أستطيع أن أجذب هذا الطالب الذي لديه وأعلمه بالطريقة التي أنا أرقب أن يلتحق بها ومن ثم سوف أتحصل على أموالي يعني ما في أي مشكلة عندي يعني أشياء كثيرة قدمتها مدرسة وقالت من أجل استقطاب طلابنا في بلاد الاقتراب حتى لا يكون هناك أحد منقطع ولا يتحجج أحد بحجة أننا في سوريا أهملنا طالبنا وأهملنا مواطنين حتى لو كانوا في بلاد الاقتراب أكيد بالخطام شكرا لك دكتور علي ولكل الكادر التعليمي الموجود ضمن مدرسة الافتراضية السورية أهلا وسهلا فيك أعلى رأسي وأشكركم أنا أيضا وصباحنا غير دائما كنا نحن موجودين فيه وكنا عم نقدم أفكارنا وننطلق من خلال هذا المكان ومن خلال هذا الاستوديو لكل البلاد العام شكرا لكم مرحبا تتوضيح دكتور اليوم كل الأطفال المؤهلين للتسجيل بمدرسة أوقريت الافتراضية بيقدروا يسجلوا فيها حتى لو لم يكنوا يعانوا من أي زمانهم خارج سوريا أو بمناطق بعيدة لا هي التوضيح هي المدارسة الافتراضية أنشأت من أجل بلاد الاقتراب ومن أجل من تقطعت بهم السبل في مناطق شرق الفراد والتي لا تسيطر عليها الدولية في سوريا في الوقت الحاضر الذين أبوا ورفضوا المناهج الأخرى وأرادوا أن يلتحقوا بالركب وبالمنهج السوري شكرا لك دكتور علي أكيد ونتمنى المزيد من التألق والنجاح لمدرسة أوقريت أهلا وسهلا فيك دكتور نورت صباحنا